النفط والغاز ستحدثون عن السفن التي تنقل النفط والغاز أم تقصدون أمرا آخر نعم 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 النفط الذي ينقل يعني سفن النفط التي تنقل النفط والغاز إلى بريطانيا وأمريكا وإلى الدول التي ستتحالف معهم في العدوان على يمن هذا مؤكد وتم الإعلان عنه يوم أمس وربما قد تشمل مناطق حيوية أخرى نحن هنا لا نتحدث نحن هنا نقرأ في التحليل والمضمون الذي تبناه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة وامس هذا يؤكد أن الحرب قد تتسع وأن رقاة الحرب قد تتسع وأنها قد تشتعل في مناطق أخرى اليمن لديها حلفاء وحلفائها اليوم لن يتخلوا عنها وأنا أقول إذا اتسعت الحرب أو استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن كما بدأت اليوم بحرب همجية أيضا اليوم شنت غارات على العاصمة الصعاء إذن فردنا سيكون قاسي ومزلزل ومدمر وسيعرفون ذلك نحن لم يعد لدينا شيء نقصر طالما هناك قضية إنسانية وأخلاقية نقف معها سنقف معها إلى النهاية ولن تتوقف هجماتنا ولن يتوقف موقفنا إلا أن يتوقف الحرب على غزة وهذا موقف مبدأي وأخلاقي وتابع طيب تقول بأن لديكم أطراف تعاونون عليها ولن تدعكم بمفردكم هل تقصد إيران وماذا يمكن أن تفعله إيران إذا ما تواصلت الغارات الأمريكية على اليمن أنا تحدثت عن حلفاء ولا محدد إيران ولا محدد أحد نحن لدينا حلفاء معروفون وحلفاء غير معروفون هناك دول تتحالف معنا وتمدنا بالمعلومات حول سفن النفط وسفن الملاحة البحرية البريطانية وأيضا السفن المتجأة إلى الكيان الصاني وبالتالي هؤلاء الحلفاء هم موجودون وهم يعلون عن مواقفهم بما نسميه بالتحالف السري يعني نحن لا نتحدث عن التحالف المعلم في محور المقامة نحن نتحدث عن تحالف آخر وبالتالي فعملياتنا هي ستتسعوها أولئي هل ما تقوله مبني على معلومات أم على تحليلات وعلى قدراتنا وعلى إمكانياتنا سيد العميد عبد الغني زبيدي هل ما تقوله مبني على معلومات أم تحليلات طبعا أنا عندما أحلل أنا عندما أحلل أنا أحلل من معطيات ومن معلومات وبالتالي في هذه التحليلات هي ناتجة عن معلومات مؤكدة إن هناك حلفاء لليمن حلفاء معلنون وحلفاء غير معلنون يقفون معنا ويساندون ويؤيدون مواقفنا بالمبدئية المبدئية موقفنا على الأقل الحالي هم تحالف معنا في هذا الموقف المبدئي على الأقل أننا طالما ونحن نقف مع غزة فهؤلاء الحلفاء الغير معلنون هم معنا ويساندون وبالتالي فأنهم يعتبرون أن هذا الموقف المبدئي الذي علنته اليمن هو موقفه أيضا يعبر عن قناعتهم لأن العدوان الإسرائيلي الهمجي والبربري الذي يشن على أهلنا في غزة والمدعوم من قبل الغرب وأمريكا على وجه التحديد هو أيضا موقفهم كما هو موقفنا وبالتالي فإن هذه الحرب هي تشمل هذه المرحلة على أعتبر أن هؤلاء يرون أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية وأن كل من يقف مع غزة هم